انا هيربح فيها قريبة المسألة نقول سبعة مليون سبعة مليون دي شايفة هو مكسب بالنسبة له في اليوم في ناس جندوا لهم ناس عديل عشان مش يشتغلوا في الصرافات والكلام ده كل الناس شاهدين علىه كل الناس عارفينه تلقالب واحد عمر خلال 16 سنة شعلوا بطاعة الصرافة هالي ما في شرعية ولا أهلية بتخلوا انه يتأهلوا يا اخي الزولة يقول عنده بطاعة الصرافة هالي لأنه ما ممكن تتحللت حساب لشخص أقل من السنة القانونية والكلام ده معنوم لكل الناس الناس تاجرت بالموضوع ده متاجر عادي نحنا عايزين نحارب أول حاجة السلوك البشرة بالنسبة للبشر تعليم نحن قبل ما نحن نحارب المظام ده حاجة مخط نحن نخطها في راست يا اخوان فيه سلوك حاصل بنسبة لفئات ضعيفة جوا المجتمع ده نحن نحاربه نحاربه كيف نحاربه بالأساليب الزي دي يا اخي ما ممكن انت الليلة عايز تستخدم كمية من الكاش عشان انت تمشي توضعه في البيت وتخده في البيت وفي ناية تيجي التاجر بيو أو تيجي التاجر بيقوتي آنه ده الكلام ده مخروض يا اخوان انحنا نوعيه فيما بين هذا المنسيركليشن بتاعت السودان للأسف بيقولوا يا اخي في آخر احصائيات للنقدة اللي صندوق النقدة الدولي بيقول انه يا اخي اكتر من الكلام ده قبل ما يحصل المشكلة بتاعت الكاشة المؤخرة انه يا اخي اكتر من من 80% من الكاشة موجود خارجة جهاز المصرف دي مشكلة من المشاكل ان احنا بتواجهنك هو الان الان في اقتصادنا لانه في عدم وعي بالنسبة لاستخدام المصارف وكمان جاد على مشكلة الكاشة فانا يعني ما عارد ذاته النسبة حتكون قام بعد كده بالنسبة للكاشة الان موجود خارجة جهاز المصرف دي مشكلة كبيرة لازم الناس توعي بعض ولازم الناس ياختعرف انه كيف نحنا نحسن سلوكنا نحنا كبشر كويس عشان نحنا نكتر نمهد بالدولة جهة دي مشكلة من المشاكل عام بتواجهنك لازم يتوب في وعي حقيقي ونحنا ذاته دي مسؤوليتنا نحنا الان كموجودين في جهاز مصرف دي مسؤوليتنا نحنا كيف نحنا نفهم الناس ونوعيهم للسلوك بنسبة لاستخدام المصارف شوية شوية لحد ما نحنا نمشي زي الدولة المتقدمة اللي هي الان ما قعد تستخدم اي نقد يعني انت اسل الليلة كان مشيت مثلا امريكا دهي مش تحبط الدولار شيل لك الف دولار مشي بها الشارع ايقول لك انت مجنو في راسة كيف شاهد لك انت الف دولار مشي بها الشارع ما افزل بشي لو الف دولار هناك ما افزل بشي لو الف دولار في جيبه ليه؟ لانه عرضة للسرقة لانه هو عرضة للاحتداء كل الناس يشاهد اي شنو؟ شاهد البطاقات يعني نادرا ما ترقلك شاهد لو كاش فيت حتى زاته نحنا عايزين ننتغل لمجتمعنا ده من السلوك المتأخر اللي هو استخدام الكاش ده لي استخدام النقاط استخداميه في النقاط البيع استخدام البطاقات دي الحاجة دي اخواننا لازم نحنا نوعي الشاب لازم نوعي الناس اللي حوالينا حتى الناس البسيط مفروض تعرف الكلام ده هس الان في صراحة طفرة لكن ما تطفرة نحنا عايزين لنا عشان نحنا نتقدم بالي قدام في بلدنا يعني هس الان في انظمة بتاعة تحويل مبالغ بالنسبة لبنوك انا ما عايز احدد البنوك عشان ما يكون نوع من الماركتين لانه دي امانة في النهاية امانة علمية وعملية عشان نحنا نوحد ما بين كل البنوك في بنوك الان عندها انظمة بتاعة التحويل انظمة التحويل دي اتاحت لح المشاكل كثيرة وكل الناس عارف الكلام بها الآن شركات الاتصالات بتحول مبالغ بقروش هايلا كبيرة جدا جدا دي كلها مبالغ حايمة في الهواء زي ما قعد يقول وبيتزيد المشاكل اكتر كوان متن ما يكون ياخد المبالغ دي تم تحوله بالغلط او يقول لك يا اخبار المبالغ ده ما جاني او دي كلها مبالغ يا اخواننا في النهاية بتتحسب على الاقتصاد بتاعنا نحنا لازم نوعي الناس اللي حوالينا بكيف نحنا نستخدم الكاش بكيف نحنا نستخدم البق نفسه يا جماعة البنك ده فيه حيات كتيرة جدا جدا ممكن نحنا نستخدمه عن طريق نحنا لازم التوعية بتاعتنا لازم تكون شاملة ما تكون بس فغط انه كيف نحنا يا اخي البنك ده يكون بالنسبة لنا كخزنة لا لا البنك ده وفرض يكون بالنسبة لنا نستخدم كل الخدمات الفيو صح الفيو بالنسبة ليه اصدر غيره دي بجمع المتاح جاري انه فيه تمويل اصدر وجاري انه يا اخي عواليات السحب ولل ايداع اه 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 اشتركوا في القناة